الحقيقة النهاردة الحلقة متكملة زي ما تكلمنا عن جمال بشرتك كمان لازم نتكلم عن جمال شعرك تاج المرأة إزاي طول الوقت المرأة بتهتم بجمال شعرها إزاي تهتم بيه بالأخص في فصل الصيف اللي دايما بيبقى فيه صفر كتير ودايما في الشمس بتأثر جدا على الشعر خلينا النهاردة نتكلم عن الكرياتين والبروتين والبوتوكس والكولاجين حياة بنسمع حاجات كتيرة جدا تعالوا نعرف النهاردة الفرق بينهم إيه وتأثير كل منهم على الشعر من ضفنا اللي بشرفنا وسعداء جدا أن يكون معنا الأول مرة في من يجدها الأستاذ هاني عزيز مصفف شعر والمدرب والمحاضر الدولي المعتمد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالعناية بالشعر أهلا بحادتك أستاذ أهلا بك أستاذ هاني زي ما في الفقرة الأولى كنت بقول للبشرة أنواع خلينا برضو نقول إن الشعر برضو أنواع خلينا نعرف كل واحدة تهرف إزاي وتتعرف إزاي على نوع شعرها وإزاي تقدر تتعامل معي أوكي في البداية طبعا إحنا فيه ثلاث أو أربع أنواع للشعر طبيعة الشعر فيه الشعر الدهني فيه الشعر الجاف الشعر الطبيعي العادي وفيه بشرة مركبة بتبقى فروة الرأس دهنية والشعر جافي عشان أعرف ده بيحصل إزاي شعر المجاعد ده ما يعتبرش نوع من أنواع الشعر لا دي تخص بقى مسامية الشعر والتركيبة الداخلية الكيميائية للشعرية فيه شعر بيبقى نسبة الكابريت فيه عالية فبالتالي بنشوف الكسرة فيها قوية شوي بسير آه عشان أعرف طبيعة الشعر وأبتري أعتني به أنا المفروض أن أخس الشعري بالشامبو عادي خالص يعني ممكن نحط بلسم أو ما نحطش بس لازم نترك الشعر المد 3 أيام عشان نشوف نسبة الدهون اللي هتطلع هل هي مثالية أو زيادة أو أقل بعد 3 أيام نقدر نكرر شعر دهني ولا طبيعي ولا جاف أو بشرة مركبة ساعد بسمع حد يقول أنا شعري لما بعمله مثلا فير أو بروح عند الكوفير كل ما بيعود بيبقى أحلى يعني بيحلو أكتر بيحلو من وجهة نظرنا لأنه خلاص البشرة بتارت تفرز الدهون فبيحصل فيه لمعة في الشعرية شوي بالإضافة أن الدهون اللي موجودة في الشعرية بتدي سكر للشعرية فبتمنع على هيشان فبيبقى أحلى شوي بعدس طبعا الشعر الدهني اللي هو بمجرد يومه الثاني وتلاقيه خلاص بقى كان مدهون السامنة بالضبط بالضبط النسبة المثالية بتبقى 3 أيام عشان نقدر نشوف فيها الشعر الدهني ولا لأ لكن من خلال يومين نلاقي الشعر مليان دهون ده طبعا بشرة دهنية جدا طب إزاي نختار الأنواع الشامبوهات والحاجات أو الكريمات لعناية الشعر للعناية بالشعر إذا كان شعر جاف إذا كان شعر دهني إزاي أختارها إزاي أعرف أن النوع ده حلو والنوع ده مش حال كتير مننا بيقع في مشكلة كبيرة مثلا يشتكي من التساقط ويروح يجيب شامبوه للشعر الجاف فبالتالي بيزود نسبة الدهون فبالتالي التساقط يزيد أكتر نسبة الدهون تزود التساقط؟ طبعا طبعا دي من أهم أسباب التساقط القشرة والدهون تزود التساقط زي ما يكون عند حالتك مثلا زرعة في البيت وفي خمس أشخاص وكل يوم حد بيسقيها على بالليل هتكون الزرعة بالضبط فإحنا ربنا بيدينا نسبة الدهون في فروة الرأس تتخش جوه الشعرية طب لو ابتدينا نملة الشعرية بالدهون دي مش هتبقى في مكان للدهون اللي بيديها لنا ربنا أنها هتتخش جوه فبالتالي يحصل المشاكل طيب وإحنا في الصيف إحنا صحيح في نهاية الصيف لكن دايما كل واحدة تفكر في بداية الصيف أنا هروح مصايف كتير أنا هسافر بره هعد شهر واتنين أنا هعمل وهعمل وعايزة باقي مش كل يوم همسك السشوار والبيبي ليس وأعمل شعري فبتفكر على طول في حاجات اللي هي تفرد الشعر زي مثلا كرياتين بروتين كالجين بوتوكس أنا عايزة أهرف الفرق بين كل واحد والتاني وأضراره إيه على الشعر أنا خايف بصراحة أقول الفرق الناس كتير تزعل مني لأنه بصراحة ما فيش فرق كلها مسميات لبروتينات زمان كان فيه كرياتين بس والتالي الناس تخاف منه نتيجة النتقال أن فيه نسبة فرمالدهايض عنها فالتجار عشان يبعدوا الخوف ده عن الناس شالوا كلمة كرياتين وحطوا كلمة بروتين شالوا كلمة كرياتين وحطوا بوتوكس شالوا وحطوا كولاجين كلها مسميات لبروتينات المشكلة كمان اللي بتقابلنا بنروح للسالونات أنا عايزة أعمل كرياتين أوكي بعشر قروش طب لو بروتين هعمله بخمساشر ويمكن يكون من نفس الإزيازة كمان ده للأسف أنا بشكر أمانتك أنا بشكر بجد أمانت حضرتك لأن كتير نحن بنقع في الحاجات دي وبيخيل لنا الكوفير قال لي ده بخمساشر يبقى أحسن من اللي هو بعشرة ده بعشرين يبقى ده أحسن من ده لكن حالتك بتقول لي طب برضو خليني برضو أتكلم بالسان حال المشاهدين ممكن واحدة تقول أنا عملت الكرياتين كان بيطلع ريحة فظيعة وهو بيعملها لي بالدم مع العين أنا عملت البروتين لا أعنايا ما كانتش بتحرقني وما حصلتش زي اللي حصل مع الكرياتين فده برضو بالتأكيد هيكون في فرق بين الاتنين تمام تجارة البروتين في مصر أو تجارة الكرياتين في مصر بقت عالية جدا يعني تقريبا كل المصريين بيشتغلوا في البروتين فعندنا أنواع كتيرة جدا في أنواع فيها فورمال دهائد وفي أنواع فري فورمال دهائد ده حقيقي إذا حصل حرقان في العين أو في الأنف أو كده ده بيبقى فيه نسبة من الفورمال دهائد طبعا وزارة الصحة بتعتمد مكونات الفورمال دهائد بس بحدود اللي هي أربعة من عشرة في المية ده كده بيبقى ممكن يكون مسجل وزارة الصحة أربعة من عشرة في المية وأنا من حقي لو حضرتك هتعمل لي شعري أقول لك وريني المنتج اللي هتعمله وأشوف النسبة دي للأسف ما بتبقاش النسبة مكتوبة على ده بيبقى في الفورميولا أو في المانوال الخاص بالشركة بس ما بيبقاش مكتوبة على الإزازة لكن المصفر بيبقى عرفها أكيد والشركات برضو بتبقى لها أسماءها فيه شركات بتبقى معروفة إحنا عندنا شركات كثيرة في مصر خمس ست شركات مش كثيرة مسجلة وزارة الصحة والناس كلها عرفاها دي نقدر نتعامل معها لكن فيه حاجات مجهولة الهوية وبتتبع كثير والأسف الانديوزر أو المستهلك مش عارف الموضوع ده يعني نسبة الفورمالين هي اللي بتحدد إذا كان ده فعلا بيعمل حرقان في العين أو هي ديارة ولا لا لكن طب أضرار الحاجات دي على الشعر يعني خليني أقولك أن هي بالفعل انتشرت وما فيش بنت دلوقتي ما بتعملهاش في بداية الصيف بالذات في بداية فصل الصيف الحاجات دي مضرة يعني أنا سمعت قبل كده مصفف شعر بيقول بالعكس ده معالج ساعات نسمع بروتين معالج للشعر الحاجات دي بتزود كسفة الشعر بتعالج الشعر وبتبقى مفيدة جدا لي الكلام ده مزبوط؟ طيب في البداية أحب أفصل بس لأن دي مشاكلها كتير لكن في منتجات فري فورمالدهيل بتعتمد على حاجة اسمها الأوكسا سيتامايد الأوكسا سيتامايد دي أحماض أمينية الأحماض الأمينية دي بتتحد مع الأحماض الأمينية اللي موجودة على سطح الشعرية عشان تعطل شغل الروابط الكابريتية مش هتكسرها الروابط الكابريتية اللي هي مسؤولة عن تجاعد تجايد الشعر قوة القصر احنا عندنا روابط هيدروجينية وروابط كابريتية تمام الروابط الكابريتية دي هنعطل شغلها لكن مش هنكسرها إذا كسرناها يبقى احنا دخلنا في قصة الفرد الكيميائي أو البرمنانت اللي كنا بنعمله زمان زمان سايا لكن نعطل شغلها عن طريق بادة الأوكسا سيتامايد ودي بديلة للفورمالدهيل وخطورة كسرها يعني البرمنانت اللي كنا بنعمله ده الزمان اللي كان بيتعامل ده بيأثر على طبيعة الشعر بيأثر على طبيعة الشعرية وبيحصل ضعف في أماكن كسر الروابط زي واحد مثلا دراعه الكسر هل نفس المكان ده هيبقى بنفسه قوته قبل ما يكسر؟ أكيد لا بالظبط فحتى مهما استخدمنا من منتجات عناية عشان نقوي الروابط دي لكن الأوكسا سيتامايد أعتقد أن هي بديلة للموضوع ده وقريب قوي هنلاقي في مصر حاجة تانية تكنولوجي تاني خالص عن طريق الهيلرونيك أسد ده حمد الهيلرونيك ده المادة دي مفيدة حتى للبشرة مشتقات التكنولوجيا البيضاء زي ما بيقولون بعيد خالص عن المجال ده لكن ما نخفش من البروتين أو الكرياتين أنه يطلع شوية أبخرة لأنه ده وضع طبيعي إحنا لو حطنا كريم عادي على الشعر ومشينا عليه بمكوى سخنة أكيد لازم هيطلع أبخرة طيب خطورة المواد دي على الشعر خلينا إحنا بنتكلم النهاردة بمنتهى الأمانة بمنتهى الصراحة الحاجات دي مفيدة للشعر ولا مضرة أنا محتاجه لإيه أولا عشان نتكلم علميا البروتين كلمة بروتين هي علاج للشعر تمام لكن مش فرد بنضيف بقى المواد التانية الأحماض الأمانية أو الأحماض اللي إحنا قلنا أسمعها عشان خاطر نفرد الشعر شوية وده احتياجاتنا في الشرق الأوسط لكن في أوروبا ما بيعتبروش الموضوع ده خالص يعني مش هنلاقي شركات أوروبية حتى مهتمة أنها تصنع بروتين أو كرياتين دايما شركات مرازيلية مش عروم أصلا مفروض لوحده لكن هنلاقي قريب قوي شركات أوروبية بتعمل البروتين ده بس التكنولوجيا عالي جدا لأنهما بيهتموا بصحة الإنسان بالنسبة للهدف منه على الشعراية إحنا بس بنسمع كتير بعض السيرونات أنا هيوقف لك التساقط وهيوقف كذا وهيعالج من كذا أنا آسف مش هيحصل لا هو بيعالج الهيشان ويفرد الكسر بس بس طيب والخطورة بتاعته إيه؟ الخطورة على الشعراية في حالة إن إحنا عملناها أكثر من مرة وراء بعض إحنا بنعرض الشعراية لكم من الحامدية إحنا عندنا القلوية والحامدية فكل ما بنعرض الشعراية للحامدية كتير بيحصل تقطيم للشعراية بنسمع كلمة تساقط لا هو الشعرا بيقطن وده أخطر طبعا أول تساقط بيحصل تقريبا في أول أسبوعين أو ثلاثة نتيجة اللي فيه كفر على الشعراية كفر على الشعراية ده إدى وزن عالي للشعرا فبالتالي البصيلة الضعيفة اللي مش قادرة تشيل الشعراية وزنها جرام مش هتقدر تشيل شعراية وزنها ثلاثة جرام فبالتالي هي تقطة بس بس طب الفترة اللي بين أن البنت أو السيدة تعمل شعراها كرياتين أو بروتين أي أن كان المسمى والفترة الثانية يمكن حياتك بتقولي لو يتعامل أكتر من مرة هل في فترة تبقى آمنة أن أنا أعمل مثلا الكرياتين أو البروتين كل عشر شهور كل سنة كل فترة زمنية معينة دي يبقى مور سيف أكتر أو فيها أمان أكتر سأل حدثك سؤال الأول هتشتغل بالبروتين الآمن الفري فورمال دهايد أو المليان فورمال دهايد أو مواد فرد أكيد الفري الفري أكيد إحنا معنا صور بس على الشاشة نتكلم عنها ده صورة كانت بعد أكيد لها صورة قبل آه كان فيه صورة نجيبي صورة قبل كده لو سمحتوا لا الصورة الكيرلي الأولانية خالص من الأول خالص لو سمحت أيها الصورة دي اللي حالتك تقصد عليك لا مش دي مش دي شعر كيرلي قصير أوكي لا هي دي كانت أول صورة معنا دي كانت أول صورة آه وفي صورة لها بعد يعني هو ممكن الواحدة تعمل كرياتين أو بروتين ويديني شكل الكيرلي ده على طول أعتقد لا ما يدني الشكل الكيرلي آه دي الصورة اللي كنت أقصدها آه دي دي كانت قبل أوكي والصورتين اللي بعد كده كانوا بعد أوكي ده بالمنتج اللي هينزل خلال الفترة اللي جاية اللي هو بأحماض الهايلارونيك أي ده بالأكساستامايد اللي هو مادة الأكساستامايد أوكي لكن يديني الشكل الكيرلي الناترال ده لا طبعا ده في حالة إن أنا بستخدم بروتين وهنا ده اللي هو البعض آه الأولانية اللي كانت قبل وده بعد أوكي ده بالنسبة للمنتج اللي هو هينزل خلال الفترة اللي هو بأحماض الهايلارونيك المنتج ده أنا برضو دايما على الفيسبوك يظهر لي حاجات كده غريبة يقولوا إيه وده عن الكرياتين وده عن البروتين ومجموعة متكاملة ممكن تغذيها وممكن كمان تعمليها أنت بنفسك في البيت وده حاجات طبيعية ناترال جدا يعني ما فيهاش أي مواد كيمائية كلام ده مظبوط بتدي للشعر اللون أسود لا ما معرفش بس أو بتدي للشعر اللون أسود بلاش أوكي لأن ده بتبقى نوع من أنواع الحنة بيفرد الشعر لكن دمار للشعر وأنا من وجهة نظر المتوضعة بلاش نستخدم حاجات تفرد الشعر أو تفتح الشعر في البيت دي أخطر عمليتين بالنسبة تفتح الشعر أو تفرد الشعر آه فيه ناس بيعملوا تفتيح للشعر عن طريق بودرة التفتيح آه والناس اللي بتعمل برضه فرد أو الكرياتين في البيت بلاش فيه مخاطر ممكن إحنا نقابلها نقدر نعالجها العميل في البيت مش هيقدر يعالجها زي إيه؟ يعني دايما بنلاقي مثلا لو هنفتح نلاقي الجدور بتفتح أسرع أوكي فتلاقي العميل بيفتح شعره في البيت نلاقي الجدور فتحت هنا ما فتحش يضطر يستنى شوية عشان ده يفتح آه تستبغى العادية؟ بالبودرة بالبودرة التفتيح يحصل انتهبات فروة الرأس وممكن الشعر يقع من تولا ياه لا دي صعبة بودرة التفتيح دي صعبة أن أحد يعملها في البيت اللي هي بتدي بقى اللون الجري والحاجات دي اللون الجري ده قصة تانية قصة تانية ممكن نعمله حلقة لوحده أي ده طبعا ظاهرة خرجة الصف اللي فات ناس كتيرة بتحب تعملها لكن بتقابلنا مشاكل كتيرة معاها أن اللون نش سابت أنا هتكلم عن الجري بس بعد ما خلص بقى الجوز بتاع الكرياتين والبروتين ده نخلص منه الأول المجموعة اللي قلت لحضرتك عليها اللي هو بيقوله أنت ممكن تعمليها في البيت ودي من مواد طبيعية وي وي بلاش بلاش يعني فكرة أننا اللي أعملها في البيت دي مش حلوة فكرة أن هي مجهولة الهوية كمان مش حلوة يعني خلينا نعتمد في الحاجات الحساسة مع البرندات العالمية بلاش الخلطات طيب الفترة بين كنت قابل الصور الفترة اللي بين البروتين والمرة التانية اللي ممكن أعملها فترة قدي احنا لو عملنا بروتين بيعتمد على الاكسستامايد أو الهيرانونيك ده هيحصل ايه بعد الست شهور هنلاقي القسرة بتادي تظهر تاني أي يعني القسرة لو فضلت مستمرة يبقى أنا قسرت الروابط الداخلية لكن لو القسرة رجعت يبقى أنا عطلت الروابط وبتادي تشتغل تاني رجعت في الجزء اللي طلع ولا في كل الشعر لا وفي الجديد كمان وفي الجديد نبتدي نعمله على الشعر من جديد يعني من ست شهور لتمن شهور نقدر نعيده لكن مش قبل ست شهور لا مش قبل طيب فكرة ان الشعر بقى الجري ده وأحيانا حتى لو مش هنعمله في البيت بنعمل تفتيح شعر كامل عند الكوفير اللي هو بودرة التفتيح لازم يبيضه خالص علشان يقدر يحط مثلا او يزبغه اللون الجري او اي لون فاتح ده بيبقى تأثيره الضر على الشعر ايه؟ بس يا فاندين من أصعب الألوان اللون الجري مش من الأصعب على الشعر وخصوصا مع شعرنا في مصر احنا شعرنا بيكون تقريبا لونه بوني او بوني متوسط عشان نقدر نوصل للون الأبيض هو فعلا في أوروبا بيقولوا لازم توصل للون الأبيض بس احنا عندنا هنا ما بنحاولش نوصل للون دا قوي عشان ده ضمار للشعر بنفتح الشعر على مرتين او تلاتة ولازم لازم نستخدم مواد تحافظ على الشعرية في عملية التفتيح يعني كنا الاول بنستخدم البودرة التفتيح مع البيروكسايد او الاكسوجين لقد دلوقتي لازم نضيف معها مادة تانية لان انا هاوصل لدرجات عالية فبالتالي في طبقة على الشعرية بنبر اسمها طبقة الكيتيكل دي بتتهالك هو ليه اللون الرمادي دا بيقع بسرعة مجرد ما نديله بس الحرارة السشوار او البيبليس خلاص الطبقة دي تهالكة ما بقاش في باب يقفل على اللون اوكي اوكي فبنفتح لأعلى الدرجات ونبتدي نصبغ الرمادي قبل ما نصبغ الرمادي بيبقى فيه جزء من الصفار في الشعرية ما نقدرش نشتغل رمادي ايه لو فيه اصفر في الشعرية لان الشعرية تحول لون زتوني اوكي فلازم امتص الاصفر شوية عن طريق شامبوهات بيبقى مكتوب عليها انتي ييلو ضد الاصفر تمتص الاصفر من الشعرية الشامبو دا بيبقى لونه بنفسجي لان مضادات اللون الاصفر اللون البنفسجي فبنشيل الاصفر دا من الشعرية وبتبتدي نصبغ الرمادي دا معامل كيميائي بالضبط بناخد ست ساعات او سبع ساعات في العملية دي لو كان الشعر طويل في عملية التفتيح والصبغة وبتبقى مكلفة جدا لكن كمان ما بتنسبناش لان بعد غسلتين او ثلاثة بنلاقي الرمادي بتدى يقع تاني وننصح بشامبوهات مكتوب عليها سيلفر عشان نزود اللون الرمادي او جزيئات اللون الرمادي في الشعرية هل ممكن واحدة تيجي لحضرتك وخلاص وهي قررت ان تعمل لون الجري دا وحياتك تشوف ان شعرها وطبيعة شعرها حرام ان يتعامل او ان هيقع بشكل غير عادي فتنصحها تقولها لا بلاش انت ما يدفعكيش اللون دا انا بقدم النصيحة لو وفقت اوكي لو ما وفقتش انا برفض بترفض يعني ما بفرقش انا بذكر امانتك ده حقيقي طيب الحقيقة المفروض يعني نختم لكن في سؤالين سريعا جدا البروتين والكرياتين مفيد او مضر للاطفال والحوامل ولا لا ممنوع منعا باتا نعمل بروتين او اي مسميات للاطفال والحوامل حتى لو الشركة ايلا انهم ينصحوا للاطفال لا والحوامل طب ازبغ شعري كل فترة بين السابغة والتانية قد ايه اقدر اعمل الروتس كل شهر ايوة واعمل ريفريش للشعرية كل ثلاث شهور لو انا مش بغير اللون لكن لو بغير اللون يفضل على فترات متبعدة انا بشكرك جدا حقيقة حضرتك يعني نورتنا وابدتنا كمية معلومات اكتر من الرائعة بالنسبة لشعرنا بشكر وجود استاذ هاني عزيز مصافف شعر ومدرب والمحاضر الدولي المعتمن من كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالعناية بالشعر شكرا جزينا شكرا قبل ما نختم حلقتنا احنا معنا مجموعة من التبرعات مطلوب متبرع بفص كبت فصيلة الدم او موجب او سالب على ان يكون الطول متناسق مع الوزن والسن من 21 ل 48 سنة يقدر يتواصل مع التليفون 010-21-052-103 مطلوب كمان متبرع بكل فصيلة الدم او موجب السن من 20 ل 40 سنة ويكون جسمه متناسق وخالي من الامراض يقدر يتصل على 012-835-576-41 أو 012-022-8-11-6-8 مطلوب متبرع ايضا بكل فصيلة الدم اوه على ان يكون سن المتبرع من 22 ل 42 سنة تليفونات 012-561-9365 أو 012-057-35896 بشكر حسن المتابعة بشكركم جدا على حسن متابعتكم لحلقتنا النهاردة واعادة حلقة اليوم ممكن تقدروا تتابعونا اللي ما تابعوناش من اول حلقة يقدر يشوف الحلقة كاملة يوم الجمعة الساعة 3 الدهر ونشوفكم في حلقة جديدة من من يجدها وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر